اشتركوا في القناة متى يكون هذا القانون صحيح لما يقول لك بأن R هي مقاومة ملف واحد فقط ونوع الاقران يجب أن يكون مثلتي الاحتمال الثاني برجول ستارتور يسوي ثلاثة RE مربع ويكون هذا القانون صحيح لما يقول لك بأن R هي مقاومة ملف واحد فقط ونوع الاقران هو اقران نجمي والاحتمال الآخر برجول ستارتور يسوي ثلاثة على ثلاثة RE مربع لما يقول لك بأن R هي مقاومة مقاصة بين طورين ركزوا جيدا مقاومة مقاصة بين طورين في هذه الحالة لا يهمون نوع الاقران سواء كان مثلتي أو نجمي فدائما برجول ستارتور تسوي ثلاثة على ثلاثة RE مربع نذهب إلى سؤالنا أولا في سؤالنا قال لنا أن R هي مقاومة لف واحد من الساكن وتسوي ثلاثة في فاصل خمساش إذن إما يكون القانون الأول صحيح أو قانون الثاني صحيح لكن قانون الثالث خاطئ في هذه الحالة يجب نختار ما بين قانونين ما هو نوع الاقران المناسب لمحرك M2 بما أن جهد الشبكة الجهد المركب يساوي الثمية وثمانين والجهد الأكبر في لوحة مواصفة محرك M2 كذلك الثمية وثمانين إذن الاقران هنا هو إقران نجمي وبالتالي القانون الصحيح هو القانون الثاني ويساوي ثلاثة RE مربع برجول ستارتور تساوي ثلاثة RE مربع وتساوي ثلاثة في صفة خمساش في تسعة فاصل ثلاثة مربع ويساوي ثمانية وثلاثة فاصل ثمانية وتسعين واط الشطر الثاني من سؤال رقم 14 طلب مننا حساب ضياء بنفعول جول للدوار برجول روتور برجول روتور يساوي الانزلاق في الاستطاعة المرسلة إلى الدوار أو استطاعة منقلة إلى الدوار قبل إجابة عن هذا السؤال يجب أن نفهم الشجرة الطاقوية وهي أهم شيء في المحرك إذا فهمت الشجرة الطاقوية ستزول مختلف غموضات بالنسبة للمحرك نبدأ في الشجرة الطاقوية عند ربط المحرك مباشرة بالشبكة أي ربط ملفات الساكن بالشبكة أول استطاعة يمتصها المحرك هي الاستطاعة الممتصة وتساوي جزء الثلاثة لأنه محرك ثلاثة طور في الجهد المركب للشبكة في تيار خط في قوز في معامل الاستطاعة ثم يتبدأ تضيع الضياعات بسبب الأسلاك النحاسية بسبب دارات مغناطيسية إلى آخر أول ضياع يشهده الساكن هو ضياع بمفعول الجول ملاحظة الأسهم الموجودة في ساق هذه الشجرة هي الاستطاعة أما تفرعات هي الضياعات إذن أول ضياع يشهده الساكن هو ضياع بمفعول الجول ولديه ثلاث احتمالات كما رأينا في الشطر الأول لسؤال أربعة عشر ثاني الضياع الذي يضيع من الساكن هو ضياع حديدي بيرتفير ستاطور وهذا الضياع قيمته الثابتة ويعطى من طرف الصاني ثانيا تبقى الاستطاعة الجديدة التي تذهب إلى الدوار وتسمى الاستطاعة المرسلة إلى الدوار حيث هذه الاستطاعة ماذا تساوي؟ تساوي هذا الارتفاع بأ ناقص ضياعات موجودة في الساكن ناقص بيرت جول ستاطور ناقص بيرت فير ستاطور وكذلك الاستطاعة من قليل الدوار تساوي أوميغا أس وهي سرعة الزاوية لحق المغناطيسي وحدتها راديا خلال ثانية في سي أو أم وهو العزم كهرومغناطيسي عند ذهاب الاستطاعة إلى الدوار ستشهد ضيعات أخرى أول ضيعة في الدوار� وهو بيرجوروتور ويساوي الانزلاق في استطاعة منقولة إلى الضوار كما علمنا أن استطاعة منقولة الضوار تساوي استطاعة منتصر نقص بيرجرستاطور نقص بيرفرستاطور الضياء الثاني وهو الضياء الحديدي في الضوار بيرفر روتور ويساوي السيطة لأن قيمته مهملة أمام كل الضياء الاستطاعة الجديدة المتبقية تسمى الاستطاعة الميكانيكية والاستطاعة الميكانيكية ماذا تساوي؟ تساوي استطاعة منقولة إلى الضوار ناقص بيرد جول روتور أو تساوي استطاعة منتصلة ناقص بيرد جول ستاتور ناقص بيرد جول روتور واستطاعة ميكانيكية كذلك تشهد ضياء آخر بسبب المدحرجات بسبب الاحتكاك أي ضياء جديد يسمى بيرد ميكانيك وهو ضياء ثابت وكذلك يعطى من طرف السن وآخر استطاعة التي تدير المحرك وهي الاستطاعة الصافية تسمى باستطاعة مفيدة PE واستطاعة مفيدة ماذا تساوي؟ تساوي الاستطاعة الميكانيكية ناقص بيرد جول روتور أو تساوي استطاعة منقولة إلى الضوار ناقص بيرد جول روتور ناقص بيرد ميكانيك أو تساوي استطاعة منقصة ناقص كل الضياءات الموجودة وتساوي كذلك استطاعة مفيدة تساوي أوميغا وهي السرعة الزاوية للمحرك وحدتها راديا خلال الثانية في العزم المفيد نرجع إلى سؤالنا ضياء بنفع الجول في الدوار يساوي الانزلاق في استطاعة منقولة إلى الدوار ويساوي كما تلاحظون بالارتفاعات يساوي الارتفاع اللون الأحمر وهو الاستطاعة المتصى ناقص ارتفاع الأخضر والاستفاع الأسود وهو باد جول ستاتور وباد فال ستاتور وتساوي 171.44 واط ترجمة نانسي قنقر